السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء بهذا اللقاء المبارك الذي سنخصصه الليلة للحديث عن عشر ايات من عمل بهن فاز بالفردوس الاعلى عشر ايات فيها احكام وفيها ارشادات من عمل بمقتضاها وعد الله سبحانه وتعالى ان يدخله الجنة لا بل يدخله الفردوس الاعلى ما هي هذه الايات هي التي جاءت في مطلع صورة المؤمنون والتي قال فيها المولى جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فالذين هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم عشر ايات فيها من الاحكام والارشادات من عمل بمقتضاها وعده الحق عز وجل ان يكون من ورثة الفردوس وهو مقام عظيم في الجنة يروى في سبب نزول هذه الايات البينات ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه الوحي كان يأتيه كأزيز مرجل ويبدأ يرتعد ويتصفض من العرق شهد ذلك سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لكن في هذه الايات النبي الكريم جاءه الازيز لم يكن مؤلما ولم يكن متعبا وانما كان فيه استروح وكان فيه متعة وبركة ثم لما زال عنه الوحي قال اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وبدأ النبي الكريم يقول اكرمنا ولا تهنا دعاء طويل ثم قال له سيدنا عمر يا رسول الله لما قلت هذا الكلام كله دفع واحدة اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطينا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضعنا وارضنا كلام طويل قاله النبي الكريم فقال قد انزل علي قد افلح المؤمنون انزت عليه هذه الايات البينات ففارحة وسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقدر القرآن الكريم بكامله ولكن هذه الايات كان يعمل بمقتضاها حتى ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي الكريم ماذا قالت قالت كان خلقه القرآن ثم تلت هذه الايات قد افلح المؤمنون تعالوا بنا ايو الاحب الكرام بعجالة نتأمل في مضامين هذه الايات البينات في مطلعها ربنا عز وجل يقول قد افلح المؤمنون هذا فيه تنويه من عند الله تعالى وتبجيل وتعظيم وتكريم قد افلح المؤمنون الفلاح فزتم ايها المؤمنون وربحتم الدرجات العلا ربنا عز وجل يبشر بسعادتهم ويبشر بفوزهم قد افلح المؤمنون من هم هؤلاء المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اول صفة من صفات المؤمنين انهم يخشعون في صلاتهم يروى انه قبل نزول هذه الايات كان الصحابة يصلون مع النبي الكريم وابصارهم تكونوا طائشة بعضهم ينظروا الى السماء وبعضهم ينظروا الى اليمين وبعضهم ينظروا الى اليسار فحينما انزلت هذه الايات صار الصحابة كلهم يبصرون عند موقع سجودهم وصاروا يحرصون على جمع كل طاقاتهم وافكارهم وجوارحهم وخواطرهم للتركيز في الصلاة انهم من اهم صفات المؤمنين انهم يخشعون في الصلاة ان قلوبهم مرتبطة بالخالق قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون من صفات المؤمن انه لا يهتم باللغو ما هو اللغو هو كل كلام زائد لا قيمة له ولا مصلحة من ورائه سوى العبت والمؤمن منزه عن العبت لا ينبغي ان يضيع وقته الثمين في القيل والقال وفي مشاكل الناس التي لا يرجى من خير فالمؤمن بعيد عن اللغو ونحن نلاحظ بان في زمننا هذا كترى اللغو واللغط على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى غيرها من الاماكن فالمؤمن عليه ان يحرس ان يكون بعيدا كل البعد عن اللغو ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون المؤمن يحرس على ان يؤدي زكاة امواله فما فرضه الله علينا في كل سنة حينما يمر الحول ويبلغ المال النصاب نزكي وقيل بان الزكاة هنا اشمل من زكاة المال هناك زكاة العلم من اعطاه الله تعالى علما او حكمة فليعلمها الناس من اعطاه الله سلطة وقدرة ممكن ان ينفع بها الناس فلا يبخل فالزكاة هي اشمل من زكاة المال بل وزكاة النفس هي ان تزكيهم تزكي النفس للبشر والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون من صفات المؤمنين انه يحفظ فرجه لماذا ربنا عز وجل ركز على هذه النقطة لان الشهوة الجنسية قد تكون متحكمة عند اكثر الناس عندهم رغبة جامحة ومنهم لسله رغبة ولكن فقط انه يريد ان يستهوي فيقع في المحرمات فمن صفات المؤمنين انهم يحفظون فرجهم انه لا يمكن ابدا ان يقع في المحرم الا هناك استثناء الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فالزوجة هي تزوجتها على سنة الله ورسوله هي حلل طيب وكذلك ما ملكت ايمانهم كما كان ايم زمان كان هناك نظام الاماء ونظام العبيد فالنظام كان سائدا فكان مباحا في وقته رغم ان الاسلام وضع مجموعة من التشريعات لكي ينضب هذا الرق ولكي يزول وقد زال ولله الحمد فالمؤمن يحفظ فرجه لا يمكن ان يقع به في اي مكان محرم الا على الزوجة او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ربك لا يلومك اذا كنت مع زوجتك او مع ما ملكت يمينك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون لابحث على تصريف هذه الرغبة فيما دونز والشرعي فأولئك هم العادون العادون والعياد بالله قيل هما الذين ربنا يعاديهم كل من يقول حرية فرضية انا لم اؤدي احد الله تعالى يغار على حروماته ولا يحب ان تنتهك الحرومات ولهذا ربنا عز وجل نصب العداء لمن يتساهل في هذه الرغبة وهذه الشهوة فأولئك هم العادون حتى ذكر العلماء ان الذي يقوم بأعضائه التناسلية اعتبرها ايضا من هذا القبيل والعياد بالله فالمؤمن يحرس كل الحرص على ان يحفظ فرجه ولك تحفظ فرجك غد بصرك ببساطة من اراد ان يحفظ فرجه فليغد بصره وربنا عز وجل امرنا بغد البصر ثم بعدم ترك المجال للفكر والخيال الخيال الدهني احرص على ان لك ترى فبعض الشباب ربما قد يتساهل عبر وسائل الانترنت اليوم المتاحة في الاطلاع على صور مهيجة مثيرة ومن ثم يرغب في مموارسة بعض الاعمال السيئة فيقع في المحضور فمن صفات المؤمنين انهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فالذلك هم العادون ثم قال والذين هم لاماناتهم وعهدهم رعون من صفة المؤمن انه يرعى الامانة ويحفظ العهد ولا يقع في المحرم المؤمن الصالح هو لا يقع ابدا في مثل هذه الاشياء اذا عنده امانة لا يضيعها لانه سوف يسأل هناك الامانة الكبرى وهي امانة العبادة ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ضائفا عجولا فالانسان الذي يحمل هذه الامانة اذا لم يكن على قدر المسئولية كان مضيعا هذه تسمى امانة الاستخلاف ثم هناك الامانة الصغرى امانة ودائع الناس وممتلكات الناس واسرار الناس فلابد ان تحفظها من صفات المؤمن انه لا يقدر من صفات المؤمن انه لا يكذب من صفات المؤمن انه لا يبدل هم لامنتهم وعهدهم راعون الذي ينقض العهد هذا من المنافقين لان المنافق لا عهد له ولا دمة له ثم يختم ربنا عز وجل والذين هم على صلاواتهم يحافظون يحافظ على الصلاة في وقتها لاحظوا بان ربنا عز وجل بدأ بالصلاة وختم بالصلاة قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ركز على الخشوع في الصلاة وانتهت الايات العشرة بالصفة الختامية والذين هم على صلواتهم يحافظون ان المؤمن يحافظ على صلاته كما يحافظ على ممتلكاته بل كما يحافظ على روحه ويحافظ على ابنائه ويحافظ على وطنه يحافظ على صلاته اذا جاء وقت الصلاة فانه لا يعبت ولا يضيع ما هو الجزاء الجزاء قال الله تعالى اولئك هم الوارثون اولئك اسمه اشارة للبعيد يعني مقامه مرفيه عند الله اولئك هم الوارثون ربك اعقيم واحد الورث كي ورثو من عند الرحمن ودك الورث خالد اولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون اعظم ارث هو الفردوس اما الورث الورث من عند ابيك وجدك سرعان ما سوف ينتقل اليك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك فاورتناها قوما اخرين يتداول الدنيا كلها توحد ما عنده شي حاجة الا الفردوس فاذا اورتها الله لعبده المؤمن كان الخلود الابدي لا تزول ابدا اولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون خلود ابدي لا ينقطع لا يبغون عن ناحي ولا جاء في الحديث ان رب العزة جل جلاله حينما خلق جنة عدن وزينها وجملها وجعل فيها ما لا عين رأت ولا ادن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال لها يا جنة تكلمي تكلمي يا جنة والملائكة من حول الرحمن مصطفين فاراد الملائكة ان يسمعوا كلام الجنة ماذا ستقول هذه الجنة ماذا قالت ايها الاحب الكرام اتدرون ماذا قالت قالت الجنة حينما تكلمت اول مرة قالت بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير منوين فمن ابتغى وراء ذلك فاللائك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون عشر ايات من قرأها وعمل بمقتضاها على قضي استطاعته كتبت له للفردوس الاعلى وصار من الوارثين عند الله جل جلاله اللهم حبب الينا الامام وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا بالعبادك الراشدين واختم لنا بالحسنة واجعلنا من اهل الفردوس الاعلى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة